الحمل واضح انه هو مرت بصروف قاسية الفترة اللي فاتت والنهاية كانت نهاية مؤلمة مؤلمة شديدة القلم يعني زي ما تقولوا كده ايه جابت جابت اخيركم يعني اللي هو مفيش بعد كده قلم شديد 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 حالة من الممكن تكون فيها غدر حصل الغدر حاس انه هو تغادر به الضربة ضربة جديدة حصل الضربة جديدة خلتك افقاد التوازن على اقل تقدير الا اذا ما كانتش يعني خلتك تفقد الامل تماما يعني حاجة فضيعة حاجة شنيعة لكن واضح ان الحمل صبر صبر هو انت حمل يا حمل فعلا على اسمك انت متحمل كتير جدا متحمل قلم شديد نتيجة الغدر اللي حصل فيك ده او الطعمة اللي جات لك دي وممكن تكون جات من كزا جهة مش من جهة واحدة لكن انت صبر ومستني حاجة مستني بقى ان شاء الله انه ربنا يعود الزلم اللي حصل ده ويرفع عنك الزلم ده او يرفع عنك الابتلئ ده صبرك واضح واللي بيصبر اكيد بينول اكيد ومفيش حق عند ربنا بيروح يعني ايا كان بقى اللي حصل ده الطعنة دي بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا حيردلك حقك باذن الله شايف انك كنت قررت تبعد عن المشاكل وتديها ظهرك خلاص اللي يحصل اللي يحصل زي ما تقول كده ايه قررت تدي ظهرك وتمشي تبعد عن المشاكل كلها وانا يعني اقايت ده جدا خلاص في حاجات معينة مشاكل معينة كده بتوصل ايه خلاص ملهاش حل هتعمل ايه اديها ظهرك ومشي واضح كمان ان عندك اعباد وعندك مسئوليات شديدة جدا وانت لازم تعدي بالناس اللي معاك دي لمكان اهدى ومكان اكسر امان او اكسر ايجابية فانت فعلا بالفعل بتعمل ده ما شاء الله عليكم بجد حادة حلوة جدا وشكل الحالة التقلب والمشاكل دي انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكلة هو ده هو ده اللي انت محتاج بعمله اديها ظهرك ومشي ان شاء الله رايح لحتة احسن بكتير اه king of cups اه شايفة قدامي اه سوري night of cups في مشاعر بتحصل من اما منك او او من شخص قدامك يعني انا شايفة انه في حالة approach حد لا هو حد بيقرب لك بمشاعر اه فيها حب اه خطة بطيئة شوية ما هيش سريعة الخطة بتاعته فيها تقاني شوية انما في حد بيقرب منك ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش ممكن يكون في حد بتادي يقرب منهم اه زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده بيحاول يقرب منكم اه بيحاول يساعدكم او يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب اه للناس اللي اه اللي مرتبطة بالفعل ممكن يكون شركهم بيعمل كده فعلا وبيحاول انه هو يهون عليهم وياخد بيديهم اه حاجة حلوة جدا جدا اه شايفة فلوس بتجيلك من شخص كبير ممكن يكون اه ورث او اب او ام بيساعدوا بيمدوا ايديهم بيساعدوك فيه شخص بيمد ايد العون لك حد اكبر اه ممكن يكون زي ما قلنا ابا او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس لان الحالة المجدية عندك كمان واضح انها طلعة نزلة واللي جاي رايح مش عارف تجيبها من هنا تبوز من هنا تبوز من هنا ففيه حد هيساعدك وحياخد بايدك ان شاء الله از ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل وايس جدا باذن الله ان شاء الله هتوقف على رجلك انا شايفة قدامي بقوة اهو كي ام تعالى تعالى ولد بتاع انت اكبر على الله اكبر على الله ام قوة هتبتدي تقوي حمل والضربة اللي ما بتموش بتقوي وانت مية في المية مية في المية حتقوي ما شاء الله قوي وهتبتدي تاخد قرارات مهمة و و هتكون جامد هتوري بقى وش جامد تعرف تصد بيه الصدمات اللي عماله بتحصل فيك دي حتقوي جامد جدا والظلم اللي حصل ده باذن الله هتبتدي يئم يئم حيترد بالفعل بسرعة شديدة جدا او حيتبن بوادر ان الظلم ده حيترفع من عليك او ممكن يكون عندك حاجة قضية حاجة في القضاء حاجة في الحاجات دي ان شاء الله ربنا حينصفك فيها وهتخرج منها باذن الله منتصر لما هتحس بقوتك وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور هتبتدي تقول لأ مش انا اللا هتبتدي بقى ايه يجيلك الموتيفيشن فرص هتبتدي تظهر قدامك او ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وانت هتعرف تستغلها ان شاء الله كويس جدا 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 صحيح ممكن تزود اعدائك وتزود مسئولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك انما هتعملها بطموح هتعملها بروح ايجابية بطاقة فيها تفاؤل وفيها عناد هنجح يعني هنجح دي طاقة نجاح ان شاء الله عندك كلها الساحر الساحر مع العصى والسيف والدرهم والكاس انت عندك كل الاساليب اللي ممكن بوصلك للنجاح السيف القوة الدراهم الحالة المادية او الشغف او الرغبة في الوصول للحالة المادية الاحسن عندك قلب كويس ومشاعر حلوة هي الكوبات ولعصى تحمل المسئولية والصعاب انت تعرف تتحمل الصعاب هتستعمل كل الادوات اللي في ايدك دي انك تحول اي حاجة قدامك لنجاحها فارجوك يا حمل لو انت فعلا انا شايفة كل الناس ما تقولي يا ريا صح الطعنة اللي انت اخدتها دي او الغدر اللي حصد او اين كان الالم اللي جابك ارضا ده طرحك ارضا ده انت هتتغلب عليها اذا ما كنت الشكل دي تغلب عليها فعلا اجمد اهو اجمد هتبصوا king of swords الشاي السيفه وقاعد ملك ولا يهمني انا بتعلم من اخطاء انا بعرف ناس على حقيقتها علشان اعرف بعد كده قيم النصح فمش عايزك تقلق المتاعب او الحمول اللي عليك المسئوليات اللي عندك دي حاول انها تخففها شوية لان هي فعلا تزيدت عليك الفترة دي حاول تأجل حاجات حاول توزع مهام شوية لان عندك اعباء وممكن تكون عقبات كتيرة شوية فحاول ان انت تطلب المساعدة بس المساعدة جاية المساعدة جاية لك من الشريك باذن الله بيمد ايده ليك بالمساعدة معنوية حتى لو كانت ممكن تكون مادية زوج بيساعد زوجة بتساعد في حد بيمد ايده ويساعدة ليك ان هو يساعدك تعدي ان شاء الله الازمة دي بتعدي ان شاء الله معدي ارمي ورا ظهرك ارمي ورا ظهرك كل فترة ان شاء الله جايلك حاجات كويسة البداية الجديدة مش ظهرة قوي لكن انت انت بترسم لها انا مش واضح عندي البداية جديدة انما انت بتاخد خطوات ان انت تروح لها اجمد يحمل الحمد لله كويس جدا يوسف بشكرك الصعب عد خلاص الحمد لله عد خلاص الحمد لله وعديته وعديته يعني متماسكين وكملوا بالتماسك ده لان ان شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح باذن الله يلا نشوف الحالة العطفية بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله اه تمام ماشاء الله ماشاء الله بسم الله بصوا حبيبي اللي انا شايفة انت حالتك دلوقتي ايه حمل انت في حالة حيرة جديدة محتار يعني انا مش عارف انت محتار في ايه يعني محتار مش عارف تعمل ايه انت واضح انت مش عارف تعمل ايه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا او شايف شريكه ازاي الحمل شايف شريكه بيتغير او مسافر بعيد شوية او شايفه بمنتصر شايفه في حاجة يا اما بيتغير يا اما بيسافر يا اما منتصر في حاجة حصلت له عنده طاقة انتصار شوية الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية بمعنى ممكن تكونوا مش بتصرحوا بعض بحاجات ومش بهدف ان انتو بتخبوا لا بهدف ان انتو في حالة كتمان ان كل واحد شايل في قلبه اللي مزعله وساكت ما بيتكلمش عنه ففي حالة من الحاجة المستخبية فاهمين قصدي وحاجة فيها لهو ايه مفوضين امركم لله كل مفوض امره لله وما بتتكلموش او حد فيكو ما بيتكلمش زي ما تقولو مش عايز تشايله همك يمكن تكون حسنه مش هيفهمك او كده فعشان كده يعني بتخبي كل حاجة شايلها جواك وساكت او ممكن يكون كمان ده الطرف التاني شريكك بقى حالته عاملة ازاي شريكك متكتف بمعنى مش عارف يسعرك مش عارف يعملك حاجة متكتف اولا هو مش فاهم مش شايف القلم اللي انت فيه لان انت مخبيه بس هو حاسس ان يفيه حاجة بس ايه هي الحاجة هو مش عارف مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه نفسه في ايه نفسه يسعدك نفسه تتلمو لو انتو لسه مرتبطوش نفسه في ان انتو ترتبطو وتبتدو عيلة جديدة لو انتو مرتبطين قردي نفسه العيلة دي تبقى عيلة سعيدة ومتربطة يعني قريبين جدا من بعض ده اللي نفسه فيه شريكك شايفك ازاي شايف حالتك هو شايفك تشفك مظبوط انت متبهتل متبهتل قلم شديد شديد يعني فوق الوصف بس مش عارف يعملك حاجة زي ما انتو شايفيني واقف مش عارف يعملك حاجة دلوقتي في حالة صبر حالة انتظار حالة تقييم الموقف بتحولوا تقيم الموقف بعدين شايفة فرح ده يعني يعني ناس ده ما ارتبطوش اللي لسه فيه يعني بياخدوا خطوات الارتباط الرسمي ممكن يكون ده اعلن خطوبة او اعلان حاجة فيه انتصار على حاجة لو كان ظلم واقع عليك بإذن الله احتفلوا بانتصار والناس بتبارك وانتو يعني زي ما تقولوا روح بترجع لكم كده حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وبعدها بإذن الله يا رب يا رب ان شاء الله يعني والله اعلم اتنام زواج بالفعل الناس اللي مستني حمل ان شاء الله في حمل الكارت ده جميل البداية جديدة جاية يا جماعة اهي كلام ده في حوالي شهرين كمان مشاعر جديد بتتحسوها الدنيا هتلطف بقى وانا بقول ان الكارت ده يا جماعة دي ايد ربنا اهي ايد ربنا بتتندلك الامنية اللي انت عايزها او الحاجة اللي انت مستنيها ان شاء الله هتحصل في حاجة كويسة جدا جدا هتحصل لان بعد المصيبة دي المصيبة دي ان شاء الله ايد ربنا بتتمد لازم ولا بد مفيش مفيش كلام بإذن الله في حاجة كويسة مصيحتي ليكم يا حمل جيكك عايز يساعدك بس هو مش عارف يساعدك ازاي لان هو مش فاهم فياريت لو تقدر تفهمه انا عارفة ان فيه اوقات معينة الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر القلم يعني القلم بيزيد قوي بيبقى شديد قوي او الصدمة بتكون شديدة قوي بيقى مش قادر يتكلم ولو فرضنا ان الصدمة دي جت من الشريك هو بيبقى اول واحد بيقى مش عايز يتكلم معين بس ما بنصحكم ارجوكو حاولوا تتكلموا وتقولوا اللي جواكم عشان الشريك يحاول يساعد لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف وانت جواك مشاعر عايز تبينهاله بس انت فيه حاجة وجعاك قوي فمش عارف تطلع على المشاعر دي يا جواك موجود حبك موجود لشريكك يعني شريك الحمل لشريكك بيحبك لكن فيه حاجة منعاء ان هو يتكلم ويقول المشاعر لجوا لان هو عنده قلم شديد شديد جدا بيز تكلموا حاولوا الحاجات المستخبية دي بقت خلاص الستاري ترفع وكل واحد يقول اللي جواه دي القراية العطفية لبرج الحمل قراية حلوة نهايتها باذن الله يا رب ان شاء الله حاجة في منتهى الجمال فرح باذن الله جاي احتفال احتفال في حاجة حلوة جدا وزي ما قولنا اتنان زواج او خطوبة الناس اللي مرتبطين المتجاوزين ممكن يكون في حمل لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة بمعنى هنبتح في صفحة جديدة باذن الله ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يا حمل ان شاء الله معلش عدينا بفترة صعبة بس ان شاء الله باذن الله رب انا هيعودكم خير كمسار معي كيف هيبتاجوا فعلا انتصرت بالاخر الله اكبر ماشاء الله يا لارا حلو جدا ده في حاجات حصلت بالفعل كويس قوي 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 الحمد لله زي ما قلتلكم اللي حاسس منكم اللي حاسس وقع لي ظلم باذن الله باذن الله انتوا صار قريب قوي ربنا ربنا ما بيصفش حد مظلم ان شاء الله لو بعد مية سنة هيرد عنكم الظلم ده ويرفعوا عنكم ان شاء الله اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئلة في رجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في رجوع الناس اللي بتطلقوا او على ما شارف طلقوا الحاجات اللي بتحصل دي عيلة بتتلم الناس اللي لسه متجوزوش بإذن الله حيتم وجوازهم يبكدوا بعيلة جديدة ان شاء الله بإذن الله ربنا يفرحكم يا رب تعالوا نشوف الحالة المادية هل هيحصل فيها اي تغير بسم الله الرحمن الرحيم لا بصوا ما فيش حاجة هتتغير في الحالة المادية والله أعلم والله أعلم الحالة المادية ممكن تكون لسه مزنقة بس زي ما قلت لكم في مساعدات جاية معلش نساعد بعض نساعد بعضين يا جماعة نساعد بعضين ان شاء الله هتبقى الدنيا أحسن نشوف هل في انتصال او لا في برج الحمل الشهر ده بسم الله الرحمن الرحيم هو لا ما فيش انفصال لكن واضح ان في طاقة من العقلانية يعني نحين المشاعر شوية وبنفكر بالعقل بس ناسين بقى الحب والهيام والحاجات دي ركنها على جنب الحمل هو الحمل بصراحة طبيعته كده عملي جدا بس فراء مفيش ممكن يكون في عقبات او مشاكل انما فراء شكرا